موسيقى شيء آخر أخبار الأسواق العالمية بمزيد من التحليل مع ضيفنا من عمان السيد ساركيس نزار محل الأسواق العالمية في إكوتي جروب أهلا ومرحبا بك معنا نتحدث اليوم عن حالة انتظار وترقب أيضا لما يحدث في المنطقة الأوروبية اجتماع مجموعة السبع اجتماع أيضا حلف الناتو وزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا لبروكسيل من أجل بحث الوضع الذي يحدث في أوكرانيا وكذلك أسعار الطاقة مدى تأثير هذا التجمع الكبير العالم اليوم بزخمه على المنطقة الأوروبية والعالم نهاركم سعيد بالفعل ننتظر الكثير من المستجدات إن كانت على الجانب السياسي أو أيضا على الاقتصادي متمثلا في بيانات مؤشرات مدراء المشتريات من منطقة اليورو والتي من المتوقع أن تظهر بداية تأثير المنطقة في التوترات الجيوسياسية بشكل ملموس الاجتماعات المرتقبة قد تكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية فكما نعلم أوروبا مرتبطة بشكل مباشر في الاقتصاد الروسي والأوكراني وأي تعطل في الإمدادات أي تعطل في هذه التجارة بين الطرفين قد يكون لها تأثير مدمر إن صح التعبير على اقتصاد منطقة اليورو والعديد الدول في الاتحاد الأوروبي فهذا اليوم أي مشتجدات قد يكون لها تأثير مباشر إن كان على أسواق العملات إن كان أيضا على أسواق الأسهم وتحديدا على أسواق الطاقة التي تشهد في هذه الأيام تقلبات كبيرة جدا وسط مخاوف كبيرة في الأسواق المالية من شح المعروض خصوصا ونحن نعلم بأن النفط الروسي يشكل نسبة كبيرة من الصادرات العالمية والتي توفر للعالم الكثير من الحاجات وحتى لو قامت أداء كبيرة دول المنتجة في ضخط نفط إضافي للأسواق فنحن نتكلم عن ضخط قد لا يكفي لعدة أشهر المطلوب في حال توقف النفط الروسي بالتالي أحداث هذا اليوم قد يكون لها تأثير مباشر وعميق إن كان على أسواق الأسهم إن كان أيضا على أسواق الطاقة بل وقد يمتد أيضا التأثير إلى أسواق العملات فكما نعلم الجور هو أحد المتأثرين بشكل مباشر في أي تطورات بخصوص الأزمة الروسية الأوكرانية سيركيس يعني دعنا نتوقف عند الينا الياباني وتحرك أكثر من لافت يعني هذا انخفاض أمام الدولار لم يحدث منذ العام 2015 ما هي أسبابه؟ وهل هو مرشح لمزيد من التراجع والانخفاض؟ بانتقالنا إلى الينا الياباني بالفعل هناك مؤثرات كبيرة على الينا الياباني نبدأ في أشواجهات بنك اليابان المركزي والذي أظهر في تقرير السياسة النقدية عزمه عن الاستمرار في تقديم تحفيزات اقتصادية هائلة للاقتصاد التضخم في اليابان ما زال منخفض نسبيا مقارنة في عديد من الدول العظمة وفروقات إسعار الفائدة المتوقعة قد تصف في صالح إن كان الولايات المتحدة بريطانيا وحتى أيضا أوروبا مقابل بنك اليابان المركزي فبنك اليابان من المتوقع أن يحافظ على أسعار الفائدة السلبية عند عشر النقطة المئوية بالسالب لفترة طويلة من الزمن قد تمتد طوال العام المقبل أيضا وليس فقط هذه السنة وبالتالي فروقات أسعار الفائدة ستصب بلا شك لبنوك مركزية أخرى نتحدث على سبيل المثال في الفدرالي الأمريكي من المتوقع أن نشهد ست رفعات بالفائدة بعد الرفع السابق الذي حصل بل أن هناك توقعات بأن يتم رفع الفائدة بخمسين نقطة أساس خلال الفترة المقبلة وهذا للحد من ارتفاعات معدلات التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوى منذ أربعين عام عنده سبعة فاصل تسعة في المئة كذلك الأمر في بريطانيا توقعات برفع الفائدة أستراليا نيوزلندا وهذا ما قد يبقي الفجوة في فوار قوائد السندات الفجوة في العوائد الثابتة في تلك الدول مقارنة مما هي في اليابان مما قد يبقي الضغط الهابط على الين الياباني خلال الفترة المقبلة وقد نشهد المزيد من الانخفاض بعد وصوله اليوم طبعا لمجتويات منخفضة هي الأدنى منذ ديسمبر 2015 قد يستمر أيضا بالانخفاضات هذه خلال الفترة المقبلة طيب سيد ساركيس بمنك تطرقت لموضوع الفيدرالي هل تعتقد بأنه على الفيدرال الأمريكي أن يهدئ نوعا ما من قراراته برفع أسعار الفائدة حتى يتبين له الوضع الجيوسياسي الذي تمر به شرق أوروبا الآن وأن لا يعرض الاقتصاد للمزيد من التدهور إذا ما استمر بتسريع عجلة رفع أسعار الفائدة بالفعل الفدرالي الأمريكي قد تأنى برفعه للفائدة سابقا كنا نتحدث بأن الفدرالي الأمريكي قد يقوم برفع الفائدة هذا الشهر بخمسين نقطة أساس لكنه قام برفع الفائدة بخمسين وعشرين نقطة أساس الارتفاعات الهائلة في التضخم تهدد بحصول أزمة عالمية وأيضا أزمة في الاقتصاد الأمريكي بحد ذاته إذا عدنا بالذاكرة إلى ثمانينيات القرن الماضي سوف نلاحظ مدى تأثير التضخم المرتفع على الاقتصاد والذي قد يكون خطير جدا وبشكل يفوق أي طباط اقتصادي أو حتى لو كان انكماس مؤقت سببه التوترات الجيوسياسية أو حتى أيضا رفع الفائدة فباعتقاد الفدرالي الأمريكي تأخر بالفعل برفع الفائدة عندما بدأت مستويات التضخم الارتفاع فوق خمسة في المائة بحسب مؤشر أسعار المستهلكين كان على الفدرالي أن يبدأ برفع الفائدة أو على الأقل إيقاف بعض أنواع التحفيز لكنه لم يبدأ بذلك إلا متأخرا بعض الشيء وبالتالي الفدرالي الأمريكي ربما سيتسبب بطباطه اقتصادي لكن في نفس الوقت يجب محاربة التضخم الذي لو بقي مرتفع خلال الفترة المقبلة فقد نشهد تدهور اقتصادي لا أتكلم فقط في الولايات المتحدة بل في الاقتصاد العالمي ككل فالفدرالي الأمريكي يجب أن يرفع الفائدة وعديد من البنوك المركزية أيضا يجب أن ترفع الفائدة من ضمنها بنك إنجلترا المركزي الذي أيضا شهدنا بحسب آخر المعطيات ارتفاع التضخم إلى 6.2% نعم تركيز النفط يتحرك على وقع وإيقاع الوضع على الأرض بين روسيا وأوكرانيا ولامس المائة وعشرين إلى أي مدى المنتجين الكبار قادرين على سد هذه الفجوة؟ هذا السؤال تحديدا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بعض التقارير والإشارات التي صدرت من وكالة الطاقة الدولية إذا تكلمنا عن كبار المنتجي كالمملكة العربية السعودية فهي قادر على إنتاج مليونين برميل إضافيات الإمارات العربية المتحدة بحوالي مليون ومئة ألف برميل النفط الصخر الأمريكي في حال عادة لمستويات الـ 2019 فنحن قد نكتسب خمسمائة ألف برميل يوميا وكذلك لو أدخلنا صغار المنتجين والمنتجين الآخرين نتحدث عن أربعمائة ألف برميل يوميا روسيا تنتج يوميا أكثر من عشر ملايين برميل وتصدر أكثر من نصف هذه الكميات بالتالي يجب أن تتفق كل الدول المنتجة لسد العجز لكن في نفس الوقت قد لا تستطيع خلال فترات زمنية قليلة حتى لو أخذنا بعين الاعتبار عودة النفط الإيراني الذي قد يصل إلى 1.2 أو 1.4 مليون قد يتطلب أشهرا قبل أن يعوده هناك من يشير إلى المخزون الإيراني الجاهز الذي يصل إلى مئة مليون برميل لكن حتى لو تم إعادة الاتفاق النووي 100 مليون برميل سوف تحتاج إلى على الأقل باعتقاد 6 أشهر حتى تصل إلى سلاسل الإمدادات والتوريد وهذا ما سيتركنا بفترة طويلة من العجز ترشح أن أرى استمرارية في الارتفاع بأسعار النفط خصوصا بعض الخطوات التي حصلت يوم أمس في روسيا من تسعير النفط بالروبل الروسي وأيضا تعثر الأنابيب الذي زاد من تفاقم أزمة سلاسل الإمدادات إن كان بالنسبة للنفط وأيضا للغاز الطبيعي وطبعا الغاز أسعاره تنعكس بشكل مباشر على تحركات أسعار النفط فبالتالي من المرشح أن نشهد المزيد من الارتفاع بأسعار النفط ونشكرك ضيفنا من العصب الأوروبية عن محسد ساركيس نزار وحلل الأسواق على البياناتية ترجمة نانسي قنقر